اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل عشرين عاما كانت تركيا وبرغم كل الابعاد والاوزان التاريخية والجيوستراتيجية رقما يكاد يكون هامشيا في المعادلة الاقليمية فما بالك المعادلة العالمية لكن المشهد تغير جذريا خلال عقدين في بلد كان العلوان البارز في حكم العسكر وانقلاباتهم تحولت تركيا الى لقم كبير في المعادلة الاقتصادية والجيو سياسية والصناعات العسكرية حتى عالميا اصبحت تركيا وكما يظهر مع انتخاباتها وتجربتها الديمقراطية بكل ما عليها محط الانظار العالمية انتخابات مفتوحة كما ظهر امس ومشاركة خياسية فقط 88% وتنافس شديد بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب اردوغان وملافسه كمال كيلشتار اغلو والاضطرار لحسم السباق في جولة ثانية في سابقة في تاريخ البلاد اي مئة عام في المقابل اي مشهد في الجزائر بكل الروابط التاريخية بين البلدين والتشابه بشكل خاص في دوري وتأثيري وسيطرة العسكر لكن اين تركيا واين الجزال واية دروس ومقارنات انتخابات رئاسية مفصلية شهدتها تركيا بمشاركة قياسية بلغت نحو 89% غالبية من تابع الانتخابات وما قبلها من حملات اكدوا ان تركيا عاشت عرسا ديمقراطيا بامتياز الانتخابات التركية مثال حي للديمقراطية الحقيقية في ظل غياب عملية سياسية وانفتاح بالجزائر قال متابعون موسيقى ابرز عوائق الفعل السياسي منذ الاستقلال حضور مؤسسة الجيش واحتوائها لمصير الجزائريين موسيقى الجزائر خسرت كثيرا بعدم عودتها للشرعية وتطبيق الديمقراطية بكل آلياتها ومؤسساتها اكد سياسيون وعبر حقوقيون انه من يوم الى اخر يتأكد للجزائريين ان حقوقهم مهضومة وحرياتهم مصادرة من قبل النظام موسيقى وحسبهم فلا بديل للجزائر عن الاهداف التي نشدها الحراك الشعبي لإقامة دولة الحق والعدل والقانون موسيقى معنا في الستوديو عبدالله النس المحل السياسي وعبر خدمة سكايب من هولندا عبدالله الرافعي الذي عاش في تركيا ومقيم الآن في هولندا ومن الجزائر محمد الداوي امين عام حزب الكرامة وعضو نجلة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري سابقا عبدالله النس تتابع المشهد تركي منذ سنوات كيف يمكن ان نفسر بداية هذا الاهتمام العالمي بالانتخابات امس في تركيا وسائل اعلام العالمية حتى قبلها بكل الزخم بكل الجدل قبل عشرين سنة تركيا يعني كانت موجودة ولكن كانت رقما هامشيا في المعادلة العالمية أنا في اعتقادي أكثر من اعتبار لهذا كما أشرت في البداية أولا أشكرك ومن خلالك أشكر ضيوفك ومشاهدينك الكرام وأحييكم في الحقيقة على هذا الإسقاط لهذه الدروس ولهذه العبر ولما يمكن أن يستفاد أو ينعكس إيجابا على التجارب الديمقراطية في البلاد العربية والعالم الإسلامي عموما وعلى وجه التحديد في المنطقة المغاربية والجزائر بشكل خاص وذلك لاعتبارات كثيرة أولا يعني المقارنة أو التعلق بالنموذج الديمقراطي عادة يعني عندما يكون متعلق بدول تبعد عننا دينا وثقافة ولغة يعني المقارنة مع الأوروبيين ومع الأمريكان ومع الإنجليز المقارنة تبدو بعيدة ولكن المقارنة عندما تقترب أكثر ويصير هذا النموذج نموذج يعني جاي من تركيا في النهاية تركيا تعتبر يعني مهما يكون في النهاية هي دولة شرقية مجتمع شرقي فكون هذا المجتمع يعني يقفز هذه القفزة في نحو الديمقراطية وكما أشرت يعني هذا الاهتمام الداخلي والإقليمي والدولي أكيد بلا شك التأثيره أو إغراءه سينعكس مباشرة على المجتمعات العربية وخاصة المجتمع الجزائري مثل ما جاء في تقريرك اللي هو أصلا تربطه يعني روابط تاريخية فيه تداخل حتى كثير من الأغذية من الألبيسة كثير من الأسماء حتى دغري وكلمات يعني فيه تداخل حضاري حتى مسجد كتشاوة يعني هو أصلا يعني زاد يعني لما رمم أردوغان الآن إنفتاح الشعب الجزائري على تركيا وخاصة في العشر سنوات الماضية أصبحت يعني قبلة مفضلة مقارنة يعني لا تقل عن فرنسا وعن غيرها مما يدل على أن التأثير هذا سوف ينعكسه على الجزائر أيضا الشبه آخر اللي هو هناك شبه أيضا بين الجزائر وبين تركيا فيما يخص قضية تدخل العسكر في الشأن السياسي لو تلاحظ يعني تقريبا الجزائر استقلت في 62 تركيا يعني مرت بخم من سنة 60 مرت بخمس انقلابات فشلت المؤسسة العسكرية في أربعة وأخفقت في الخامس يعني الأول كان سنة 60 والذي أدى إلى إعدام عدنان مندريس رحمة الله عليه ووزير خارجيته وبعض السياسيين الذين كانوا معه الإنقلاب الثاني كان في 71 الإنقلاب الثالث كان في 80 الإنقلاب الرابع كان على أربع كان في سنة 97 عندما حل حزبه كذا لكن الإنقلاب الخامس يعني منيت المؤسسة العسكرية بخسارة وذلك لأن الشعب التركي تدرج في قضية تذوق ما معنى الحرية ما معنى الفصل في السلطات ما معنى وحتى يعني لعلك تلاحظ أن الذين هم الآن يعني المعركة بينتهم يعني شديدة بين كمال إلتشتار أوغلو يعني الفارق يعني ضائل ضائل جدا بينه وبين أردوغان تحس وكأن النقلة الديمقراطية على مستوى كل الأحزاب على مستوى كل الأعراق بدأ الجميع عندما يعني يعني يخير بين عودة العسكر وبين استمرارية الحياة الديمقراطية رأينا في في 2016 في جوي الإنقلاب وما زلت أنا أذكر الكلمات يعني التي ألقاها يعني نحن مستعدون أن أن ندفع أبها يعني أثمان باهظة من أجل الحفاظ على ديمقراطيتنا هذا التصريح كان خطير من كل الطبقة السياسية وحتى على رأسهم يعني مما يعني دلالة واحدة هو هي أن الأبعاد التركية رغم أنها تجربة فتية يعني أنت تتكلم على 15-20 سنة يعني تجربة أردوغان وحزب العدالة يعني ما هيش 100 سنة ولا 150 سنة كالحضارات أو الديمقراطيات العريقة بريطانيا وفرنسا وكاندا وغيرها أنت تتكلم على عشرة 15 سنة لكن يعني يعني مش معقول نقلة نقلة رهيبة لكن التركية في التسعينات فقط كانت الأنظار مثلا في المقابل في متابعة انتخابات مفتوحة وإن كانت انتخابات تشريعية كانت في الجزائر مثلا وردوغان لم يكن رقما في المعادلة أصلا مثلا ورغم طبعا انتجاهات في التسعينات مثلا هذا ما أردت أن أجيبك عليه هذا من شيء طبيعي يعني عندما تكون الانتخابات جادة وانتخابات تبنى عليها تغييرات سياسية تغييرات سياسية اقتصادية يعني معادلات أمنية السياسة الداخلية السياسة الخارجية تنعكس على المواطن هو مباشرة أكيد سوف تلقى ذلك الاهتمام أما لما الانتخابات تكون تحصيل حاصل يعني تصور فقط للمقارنة السريعة يعني 89% من وعاء انتخابي يصل تعداده إلى 64 مليون يعني الوعاء الانتخابي الذين يعقوا لهم التصويت في تركيا 64 مليون 89% بهذه الحماسة يتجهون إلى الانتخابات بالمقابل انت شفت الانتخابات انتعنا 87 من الشعب الجزائري انقاطحها في الوقت اللي انت تشوف يعني التحدي يعني بين يعني كل واحد حاط ده على كلبه ولا واحد عارف شكون راه يفوز في الوقت اللي خرج تبون تذكر يعني التصريح انتع تبون أنا ما ما اهمنيش الأغلبية يعني نعمل نسبة المشاركة يعني نسبة المشاركة وهذه من من تصدر تصدر من الرجل الأول في البلاد مما يعني هذه الكلمة قضت على أصلا لم تبقي ديمقراطية وما هي الديمقراطية إلا أغلبية وأقلية إلا تصويت فلما يأتي الرئيس ويقول أنا ما يهمنيش المشاركة فأكيد الغرب أو الدول الإقليمية الدول الإيمانية عارفة باللي هذا يعني التحصيل حصل وهذا التفاعل والناس الأعصاب المشدودة مع الانتخابات التركية عاشه العالم مع الانتخابات والتحول الديمقراطي في الجزائر أنا أذكر والذين زاروا تركيا في ذلك الوقت كان يعني شيء أول ما تلتقي مع الناس في 92 93 أوه الجزائر أين وصلت الديمقراطية أين وصل الفيس أين عباس مدني المشهد السياسي كان مغري وتذكر كان حتى مغري في العالم العربي ولكن مع الأسف الذين أجهضوا هذه التجربة الديمقراطية وإلا لكانت الجزائر الآن هذا التفاعل الذي نعيشه مع المشهد التركي عاصلا عاشه الشعب الجزائري والتفاعل عاشه الإقليم العربي والعالم كله مع المشهد التحول الديمقراطيين في الجزائر ولكنهم مع كل أسف أجهضوه ولكنه سوف يعود إن شاء الله فقط هذا سنعود ربما لهذه النقطة طبعا هلاك من له رواية أخرى حول مسؤوليات تلك المرحلة خطاب أردغان بخلاف خطاب الإسلاميين في الجزائر نقاط كثيرة سنتوقف عندها ولكن أشرت إلى كلام تبون وأنه نسبة المشاركة لا تهمه في الانتخابة التشريعية كان هذا التصريح طبعا النقاش والمقارنات أن بالنسبة لي نسبة المشاركة لا تهمني الهم منه هو الناس الذين يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب بشغلوا يأخذوا بين يديهم السلطة التشريعية هذا تصريح تبون في التباة التشريعية سيد محمد الداوي في الجزائر هذا ليس مهم لنسبة المشاركة بإلا ما عبد الله ألس يقول الفرق في تركيا نسبة المشاركة 88 في قاربة 89 بالمئة وأجواء انتخابية مفتوحة لم يعرف الفائز ولم تحسم حتى الآن سيتم المرور إلى دور ثاني في المقابل مشهد جزائري فيه ما فيه وتعرفه يعرفه الجزائريون جزائريون السلام ما لظروف التي كانت فيها الديمقراطية في الجزائر أو إقرار التعددية في الجزائر تختلف عن تركيا ففي 89 لما أعدت أو أقرت الديمقراطية في الجزائر مباشرة تلك الديمقراطية أرهضت ودخلنا في عنف من عدة أطراف عنف لخضي عنف باستلاح تطرف حتى في بعض الرجال اللي كانوا في الحكم وبالتالي مشينا لعنص أجهف تلك العملية فنعتبر أن الديمقراطية في الجزائر يعني رغم مرور أكثر من 30 سنة ولكن للأسف لا زالت يعني وليدة اليوم لا زالت يعني تحبو وبالتالي فأنا أنا من الناس اللي كانت لفرصة أنني زرت تركيا كعضو لجمع الشؤون الخارجية زر تركيا ودعني أعطي معلومة ربما كثير من الناس لم يعرفاش أنه البرنامان التركي هو أموال البرنامان التركي هو هدية من الجزائر وهذه قالوها أن حتى الأطراك لما زرناهم هم يعترفون بهذا لأنه جميع عرب اللي كان فيه انتدار تركي ومثل نتقضى الضيفة الكريم في الاستوديو أنه نحن نتقاسم مع الأطراك يعني تدور بين المعاملات الشعب الجزائري في بعضه هي أصلها أصلها تركي وبالتالي فإذا تكلمنا على قضية ما ضح به الشعب التركي في وقف الانقلابات اللي أشار إليها ضيفة الكريم وآخرها هو انقلاب 2016 تلك المحاولة الفاشلة والتي رأينا فيها حتى وقوف الأحزاب المعارضة لحكم أردوغان لكانوا يتمناه سقوط أردوغان ولكنهم لم يضحوا بأردوغان وحافظوا على الديمقراطية لأنهم وضعوا بين أعينهم تقولت أكلت يوم أكلت ثور الأبيل فلم يسمحوا بتطبيق تلك القاعدة فبالنسبة لنا في الجزائر نحن نعرف أنه ما حدث في الجزائر خلال عقود من الزمن لم يترك الديمقراطية تنمو بصفة طبعا لكن الرأي عبدالله أناس وكثيرون من الذي لم يترك الديمقراطية تتطور في تركيا وفي الجزائر تطورت بعدها في تركيا بسبب انسحاب العسكر في الجزائر لم تتطور لأنه ما زال العسكر مثل العسكر الأتراك ربما من يحاجج ربما أسوأ يسيطرون على البلد أستاذي الفاضل دعني أنا أبدأ الإسقاط أو أبدأ المقارنة في الجزائر الجديدة فالرؤساء الذين سبقوا الرئيس تبون كانوا يخرجون من الصندوق بنسبة 99% نحن الآن ما عدش في حرج الرئيس تبون أعلنت السلطة المستقلة لتسيير الانتخابات أن الرئيس تبون نجح بنسبة 58% وكثير من المتوقعين كانوا يتوقعوا أننا في الجزائر في 19-12-2019 في تلك الرئاسية أنه سننمشوا إلى دور ثاني وبالتالي نسبة 58% ليست تلك النسبة التي توحي بأن العسكر هم الذين تسيروا أو غير ذلك فنحن نرى أن الديمقراطية في الجزائر تبنى شيئا فشيئا فتشرحتم قبل قليل أن الرئيس تبون قال أن لا يهمني النسبة ولكن أعتقد أن القراءة التي قرأ بها تصريح الرئيس تبون كانت من زاوية خاطعة فالرئيس تبون كان يعرف في الجزائر والعالم كله كان يعرف باللغة الجزائر كانت في عونق الجزازة الجزائر كانت ستنهار وبالتالي كانت لاتهون النسبة بقدر لاتهم أن الجزائريين يعبروا على أصواتهم فأنا أعتقد أن السلواقات الجزائرية الآن تعمل جاهدة على أن الجزائريون لا بد أن يضعوا ثقتهم في الديمقراطية ويمشوا ويعبروا على أصواتهم لكل حرية لأنه أنا شخصيا أنا شخصيا غير غير مثل ما وطروا بالدارجة لما نشوف في تركيا نسبة وقارب 90% من الشعب التركي أنه يمشي وإحنا في الجزائر نزال يعني لنا نتجاوز النسبة 30% أو 35% فهذه النسبة يعني ولكن ليست الإجابة واضحة هناك ثقة في العملية الانتخابية في تركيا ليس هناك ثقة في العملية الانتخابية في الجزائر هذا عمصر من العناصر فقدان الثقة عمصر من العناصر الأخرى ربما بعض الجزائريين كانوا يقول لك أنا أصواتنا رايحة نصور كان بعض الناس يقول لك أنا عندي مشاكل في الحياة اليومية في العيش ما نروحش لأنه ما زال عندي مشاكل أخرى لأنه الإنسان اللي روح للانتخابات هذا إنسان ناضج هذا إنسان واعي هذا إنسان يحبي غير واقعه في يده احنا في الجزائر متأكدون أن نشاء الله باللي في الجزائر الجديدة ولكن هذه الجزائر الجديدة كانت نتاج تعرف شعار الحراك الذين كانوا يخرجون ضد الانتخابات ناش ناص كان شعار تبور مزور جابوه العسكر ما كانش الشرعي ولكن أيضا ولكن أيضا الجزائر الجديدة هي شعار مستثقة من الحراك هي من مطالب الحراك وبالتالي فكثير كثير من الأشياء اللي هي الآن موجودة في برنامج الرئيس تبور وفي برنامج كثير من الأحزاب السياسية هي برنامج مستقات هي مستقات من الحراك ومن مطالب الحراك وبالتالي فعلينا أننا ننظر نظرة تثرة أولية إلى أن جزائر جديدة إن شاء الله سنصل إلى مستوى الديمقراطي الذي تعيشه تركيا وتعيشه كثير من دول العالم علينا أن لنا لا نقارن الجزائر القديمة بما هو موجود الآن في الجزائر الجديدة عبدالله الرافع ما رأيك لا يمكن مقارنة الجزائر الجديدة بالجزائر القديمة وما موجود في تركيا والله يحرمون نحن بجزائر حتى حرمون حتى من وتوقع النتائج وخير دليل ما ذكره المجلز في قصر المرادية لما يقول لك أنا لا تهمني المشاركة لأنه هو ما يهمه لا يهم المشاركة ولا الشعب ولا من يصوت عليه ولا من يصوت ضده لأنه هو الذي يهمه بالأساس هي الأوريغارشة العسكرطارية التي مكنته من الكرسي المرادية هو مسبقا قلت لك نحن حتى محرومين محرومين من السيسبانس أنا قبل أن يعين يوم 12-12-2019 يوما للانتخابات قبلها كنت قلت في قناتكم في منطركم هذا قلت كنا أظن أننا كنا في جوية أو في جوان 2019 قلت أن الجايد سيعمد إلى تعيين يوم للانتخابات الرئاسية قبل نهاية هذه السنة ويحمل الناس حملا بالتصوير إلى الانتخاب ويقدم للناس بعض الدهماء من المرتبطين بالعصابة وعلى رأسهم تبون وسيتم تجليسه رغم إرادة الجميع وكانت أكبر الضربة التي تمثل الثورة المضادة الحقيقية الآن السؤال الهام والمحور الذي لا بد أن نسأله وهو ربما أنا يعني اقتبسته من عنوان برنامجك ما الذي خسرته الجزائر ببقاء العسكر في السلطة جاثمين على رقاب العباد وما الذي ربيحته تركيا من تحولها الديمقراطي بعد أن قطعت علاقتها نهائيا مع حكم العسكر هذا السؤال لا بد أن يطرحه الجميع يطرحه المواطن على نفسه والأحزاب السياسية على نفسه نقول لك أكثر من هذا حتى الفنانين والأدباء حتى الرياضيين اليوم بالمناسبة في نهاية هذا الشهر هناك نهاية نهاية أي في اسطنبول وهذا شيء كبير هذه في الرياضة في الفن والدراما اليوم الدراما التركية اجتاحت العالم كله وترجمت إلى لغات العالم بفضل من؟ بفضل القطيع مع العسكر العسكر التركي نفسه إلى أين وصل بعدما كان مجرد عسكر همه الوحيد السياسة والانقلابات أصبح تحول من الجيش من جيش متخلق إلى قوة عسكرية قوية عالمية يحسبوا لها ألف حساب بل ذهبوا إلى التصنيع العسكري الرائد وحتى الوضع الاجتماعي للعسكر والضباق يعني رواتبهم تضاعفت أربعة خمسة إلى ست مرات هذا ما استفده العسكر أنفسهم نشوفوا اليوم في السياحة سياحة تركيا كانت معروفة منذ القدم يعني قبل العدالة والتنمية قبل الأرك بارتيسي كانت معروفة بأنها دولة مختصة أكرمكم الله في السياحة الجنسية الآن فيها سياحة ثقافية سياحة علمية سياحة صحية وعلاجية وسياحة طرفيهية يعني فتحوا عدة روافذ أخرى للمجال السياحي الذي كان يعني منحصرا في زاوية سوداء زد على ذلك الإسلاميين أنفسهم الإسلاميين أنفسهم ماذا فاز ماذا يعني ربح الإسلاميين في الجزائر من خنوعهم وارتباطهم بالعسكر ماذا يعني في أحسن وأفضل الأحوال تمنح لهم حقائب وزارية ويواجههم يعني وضعهم في مواجهة ولكن هؤلاء هؤلاء من هذا التيار الإسلامي الذي يقدم نفسه هو أنه يعني يتمثل أردوغان هناك حتى من يريد أن تكرار تجربة أردوغان كما يزعم أنا أقول لك لماذا هذا أردوغان قاطع على أصر كان متماهيا مع أفكاره مع برامجه مع كان سياسيا لا يرضى أن يكون يعني أحد نعال العسكر بخلاص الإسلاميين في الوطن العربي كله عندك العدالة والتنمية في المغرب وعندك حزب النور في مصر وعندك حزب إخوانه 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 الأردن كلهم لأنهم أصبحوا الإسلامي في الوطن العربي فرض عليه فردا إما أن تذوب في الآخر وتفعيد كل خصوصياتك وتصبح يعني دي كور لما تشوف أنت حزب ليمثل رأس الإخوان المسلمين في الجزائر وما أدرك ما الإخوان الإخوان المسلمين اللي هم كتنظيم عالمي أقدم من تسعين بالمئة للأنظمة هؤلاء الإخوان المسلمون بالعاكد يتمثلون أردغان عبد الله أنس يعني هؤلاء مثلا في الجزائر الإخوان المسلمين سأعود إليك عبد الله الرافق الإخوان المسلمين مثلا في الجزائر تيار مو مقري وغيره بالعاكد يحاولون يريدون استنساق تجربة أردغان طبعا مع أن الإخوان في تركيا هم في الأصل ضد أردغان ربما لا يعرف الذي يتابع وأردغان يتهم بأنه إخواني وتلك الصورة عنه وإن كان حتى نعود للنقاش الأساسي اللي هو المقايسة أو المقارنة بين بلدنا وبين التطور الذي حصل وبين إبعاد العسكر وكيفية الإبعاد عن العسكر دعنا نصحح هذه المعلومة التي أشرت إليها كثير من الناس يظنون أن أردغان إخواني وفي حقيقة الأمر أن الحزب الرسمي للإخوان المسلمين في تركيا هو مع كمال يعني اللي هو الأستاذ الأستاذ الدكتور وهو على المستوى الشخصي رجل فاضل اللي هو أخونا الدكتور كرم الله اللي معاه في الطاولة السوداسية فهذا يعني للتصحيح يعني أردغان بالمعنى الرسمي للإخوان يعني هما ضد أردغان الآن في الحملة الانتخابية وحتى أخذوا من وعائه الانتخابين مفروض واحد بالمئة هو أصلا يكون لأردغان ولكن لأنهم هما ضد أردغان هذا الواحد بالمئة ليس لصالح أردغان لكن ليس على أم ولكن ربما التشابه مع الحالة الجزائنية أنه كنت شير التسعينات نعم هناك من يقول ربما الفرق كذلك في نجاح أردغان أو في نجاح تركيا عموما وربما حتى تجاوب الأسكر أنه الخطاب مختلف خطاب أردغان حتى وأن يصف في الإسلام المحافظ يختلف عن خطاب الفيس مثلا في التسعينات شوف عندك المتلقي والمستقبل هناك نقطة عنها إجماع واضحة سواء أردغان أو الأحزاب التي كانت معه عرفوا أنه لا يمكن لتركيا أن ترى النور مدام الكسكيطة مدام العسكر هم الذين يسيرون المشهد السياسي التركي وعندهم من الأدلة ما يكفي قتلك يعني أربع انقلابات تقريبا بمعدل كل كلسة عشر اثنى عشر سنة انقلاب انقلاب يؤدي إلى إعدام انقلاب يؤدي إلى حل الحكومات إلى تجميد أعزاب إلى ما إلى ذلك حتى وصل الشعب التركي والنخبة السياسية صح جاء أردغان في مرحلة معينة بقيادة والخطاب الذي تبناه إذا تذكر حتى هو أصلا في البداية لما كان عبدالله قول وهو طبعا امتداد يعني في نفس المعسكر هو طيب أردغان كان من بين الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي للالتحاق بأوروبا هو أن يكون العسكر خارج اللعبة السياسية فهما كانوا يعني يركزون على هذه النقطة وأغروا بها كثير من المواطنين الناخبين على أساس لا يمكنوا أن نلتحق بأوروبا إلا إذا كان بين هذه الشروط من بين هذه الشروط استقلالية العذاء حرية التعبير أن يكون العسكر خارج اللعبة السياسية وكون أردغان قراءته تختلف عن قراءة ربما الإخوان في مصر ربما عشرة تأتي إلى الفيس مبكرة في التسعينيات ربما قضية يعني الشعارات الإسلامية ربما أو الدولة الإسلامية وكما هذه تختلف مكان لآخر لكن الإجماع الذي لا يمكن أن يكون عليه اختلاف هو أن لا يمكن لأي دولة أن ترى النور مدام العسكر هم الذين وهذا الذي أصبح فيه إجماع إذا لعلك تتابع التصريحات ما يقوله خصوم أردغان في أردغان وعلى رأسهم كمال أغلو يا أخي كلام لا يطاق يعني كلام شديد جدا ولكن عندما جاءت 2016 في جوية في الإنقلاب تذكر ذلك التصريح انتاعه هو وغيره من نحن مستعدون أن ندفع ثمنا مباهظا يا ريت نتمنى بما أننا طبعا في التسعينيات كان هناك كان هناك تيارات أي تحمد الذي كان ضد الفيس ماهري كانوا ضد انقلاب العسكر في التسعينيات ولذلك شوف حتى لا تستطيع تظلم التسعينيات يعني في التسعينيات كان فيه الذي رفض الانقلاب وكان جزاؤه الحصار والذي لبى مطالب الانقلاب واصطف إلى الانقلاب وكان مصاره أو نتيجته أنه فتحت له الجزائر ولا يختلف في ذلك يعني ما نشعرف يعني هل يا ترى احنا لا نريد أن نقف عند جلد الذات في الأمور التاريخية نحن الآن أمام مشهد وهو أكثر استلهاما وإسقاط على الوضع الجزائري للاعتبار يعني مربط الفرس في القصة هي حكم العسكر سيطرة العسكر تأثير العسكر في المقارنة بالحالتين الجزائرية يعني ربما مقاربة أخرى قد قد يكون الانتقال الديمقراطي في الجزائر مع العسكر أسهل بكثير من الانتقال الديمقراطي في تركيا أقول لك لماذا لأن المؤسسة العسكرية يعني في تركيا كانت مؤسسة علمانية لائكية يعني هي ليست حتى يعني أطا تورك اعتمد اللائكية العلمانية يعني المعادية للدين تتعرف أطا تورك وقف الأذان بالعربية وقف الأتراك يعني وآخرها النائبة هذا الإشكال الإيديولوجي بين الشعب الجزائري وبين المؤسسة العسكرية لأن تتعرف المؤسسة العسكرية في الجزائر هي خليط يعني على وطني على بقايا يعني نفس الثورة الجزائرية وكذا وبالتالي عمرها ما كانت المؤسسة العسكرية في الجزائر عندها مشكلة مع اللحية ولا مع الحجاب ولا مع بعض الإسلاميين يكونوا يعني ليست خصمة إيديولوجية ولكن ربما الفرق بالنسبة للمقارنة في التسعينات الفرق أن أردوغان تشير إلى أتاتورك أردوغان ظل يحترم أتاتورك ويحتفل في ذكراه عندما ذهب إلى مصر وسئل في موضوع العلمانية وقالنا مرصري قالنا فعود مرصي رحمة الله إليه قالنا علماني أردوغان الذي طبعا سجنه العسكر في التسعينات عندما ألقى قصيدها شبه فيها الثكانات بالمساجن نعم ربما من يقول هنا الفرق يعني هناك العسكر ولكن ما مسؤولية مثلا الإسلاميين ولذلك أنا أشكركم هذه الوقفة اليوم يعني ليس بالضرورة يعني هذا الشخص أو ذاك أو هذا الحزب أو ذاك هو ما يقوله هو العق المطلق نحن بشر في النهاية ربما واحد متسرع في تصريحات واحد استعجل الثمرة واحد ما ما نشعرف يعني كيف تبنى التراك من تاع الأمم من هذه من هذه الثغارات من هذه الأخطاء كيف نبنيها نحن الآن أمام مشهد فيه نقطة مجمع عليها أن تركيا ما رأت النور ما رأت الخير إلا لما نزاوى العسكر عن المشهد السياسي الآن الوصفات التي قدمت للوصول إلى هذه النتيجة أردوغان رغم أنه إسلامي يقول لك أنا منيش إسلامي أنا ما زلت علماني محافظة على البوستر انتع انتع أتا ترك في كل المكاتب الرسمية في نفس الوقت يعني بعض العلمانيين كانوا يبكون أول ما خرجت مرت عبدالله عبدالله قول الرئيس الأول بعض الناس كانوا يبكون معقول القصر الجمهوري فيهم رأى متحجيم ما كانش قادرين يتحملوها وبالتالي فيه زلزال حدث حتى في حزب كلجدار اللي هو حزب أتا ترك تغير الخطاب كان ضد الحجاب واعتذر كلجدار ليجذبنا الخبيم ولذلك نقول المعركة لم تعد بالمعنى الاستفاف الايديولوجي أنا قرأت بيان موقعين بعض العلماء هما ربما بنية حسنة وحتى ما هم مش أتراك لأعتقادهم أن المعركة معركة ايديولوجية في حين هي ما هيش معركة ايديولوجية ردوغان نفسه في مؤتمره الصحفي قال أنا جيت بآليات الديمقراطية وإذا كان الآليات الديمقراطية هي التي ستنهي يعني وجودي في المشهد السياسي فمرحبا بالآليات الديمقراطية فإذا هي الشعوب تستفيد من بعضها الهدف الأساسي هو أن كيف يتحول هذا الإلهام كيف يسقط هذا الآن النتيجة حتمية لا يختلف عليها اثنان مدام العسكر في المشهد السياسي لا يمكن للديمقراطية أن تنمو ما رأيك سيد محمد الداوي هذا ما يقوله عبدالله الناس ما يقوله عبدالله الرافع وما تقوله الشواهد ويقوله كثيرون طبعا تكون تقول بأن لا يمكن المقارنة ولكن أليست هذا هو جوهر المقارنة في الحالتين التركية والجزائر أستاذ الفاضل في الحقيقة يعني ضيفك في الأستوديو كفاني كثير من الكلام الذي سيحوله السؤال الذي يحب نطرحه على الأستوان التي تتكرر دائما في الجزائر التي تقول حكم العسكر أنا لا أعرف يعني هذا الإخوان والمتابعين والناس اللي يتلمع على هذا حيث يثبت الجزائريون أنه ماهنش العسكر اللي رام يحكم إذا كان وقع في التسعين نهاية التسعين وقع قال أنقلاب بقية عسكريين والأمر أصبح الآن معروف ودفع الرئيس أمذاك رحمة الله عليه دفع إلى الاستقالة فالأمر هذا مقبول لأنه كان فيه أمر قال راحوا للعنف وكذا ولكن ماهن ظاهر الحكم العسكر الآن أنا لما نتكلم فقط صح بالفعل الوقت السابق كانت فيه الانتخابات والسناديق تبقى في السكنة لمدة ثلاثة أيام يعني السناديق متنقلة وكان يفعل فيها ما يفعل فيها هذا الأمر انتهى الآن العسكر في السناديق انتهى يروحوا ينتخبوا كما الناس يعني كما المواطنين بلباس مدني يجو بالحافلات أو يجو بسيارات من خاصة وينجو ينتخبوا النسبة تعرفة مجتماما يعني بكل حرية يروح للسوق ينتخب من يريد والذين من يظهرهم التلفزيون الجزائري دائما في تندوف من هؤلاء في المواعد الانتخابي وغيرهم يعني وهم في صفوف واضح لهم جنود ثم أليس القصة أبعد من هذا قصة من يصنع هذا وهو الرؤساء من يضعه من ينصبه لا لا أستاذ أليس العسكر هذه كلها روايات لا أساسا عن الصحة يعني فيه بعض الأقلام وبعض الناس اللي حبوا يوردوا الجيش الجزائري بالحكم الآن الرئيس رئيس مدني يعني كل ما علاقته بالعسكر أنه أدى الخدمة الوطنية لمدة سنتين الرئيس الآن هو القائد الأعلى القوات المسلحة هو وزير الدفاع الوطني هو من يعين كل العسكر وهو كل من ينهي أماء الله هو كل من يرقيه ولكن لماذا ينافسه لماذا إذن ينافسه في الظهور قائد الأركان لا يحدث هذا في تركيا أو في أي بلد تقريبا بالعكس يخطب أكثر منه أو يظهر أكثر منه رئيس الأركان في عهد القائد صالح أو في العهد الحال أستاذ أستاذ لا يمكن أن أسنيه تنافسا لا يمكن أن أسنيه تنافسا هو العسكر عنده دور أمني عنده دور مرتبط بدستور الأمة عنده دور في حماية الديمقراطية عنده دور شفنها في حماية حراف لماذا لا نقول أنه بفضل الجيش الوطني الشعبي هو اللي حمال حراف كانت قادر الأمور تنزل كانت بعض الأطراف وبعض الإرهابيين اللي كانوا يحسوا يسيلون الدماء ويوقدون الشرار اللي تنفجر الأمور في الجزائر لماذا لا نشيد بأنه العسكر لو أراد العسكر أن يحمي رئيس المرحوم بوتفلي قل حراه لكن فضل العسكر في الأسبوع الثاني مباشرة فضل العسكر أنه يحمي الديمقراطية ويلتزم بالدور وخلى الشعب الجزائر يمشي لماذا نبقى نكرر هذا العسكر هو اللي يحكم في الجزائر ما هي مظاهر أنا نحب يعني الوضوح ما هي مظاهر حكم العسكر في الجزائر فهذا شيء يعني غير موجود تماما والآن نحن نتأكدون أنه في المراحلة القليلة القادمة في الخماسية القليلة القادمة سيكون الرئيس من جيل الاستقلال إن لم يكن يعني في العهدة القادمة في العهدة التي تليها المباشرة لأنه انتهى عهد الشرعية الطورية وعهد قال هذا الرئيس جابه العسكر أو غير هذا شيء يعني غير موجود إلا في إذهام إلا في إذهام بعض الإخوة فالآن العسكريين يعيشون يعني بين المواطنين بصفة عادية والأمور تسير بصفة عادية وأنا قلت لك أحسن دليل أنه انتخابات الرئيس الرئاسية الأخيرة كانت بزرق 58% وكانت يعني بصفة عادية وتقبلها كل الأطراف تقبلتها يعني خرجنا من عاد 99% وغير ذلك فأنا أقول لك الآن السلطة في الجزائر والذين يعني دعني أقولها يعني حتى إن كانت فيه علب سوداء في الجزائر فلقد أدركوا تماما أن الجزائر لا بد أن تحكم بالديمقراطية لا يمكن أنك تحكم الجزائر في غير الديمقراطية لأنه لو كانت فيه أي محاولة لتزوير الانتخابات أو كانت فيه أي محاولة لفرض أي شخصية وحدة أخرى فتأكد أن الجزائر ما تبقاش بهذا الاستقلال ما تبقاش بهذا الاستقلال لأننا نتأكدوا أننا لا بد أننا نسير إلى ديمقراطية حقيقية والآن شفنا حتى في كل الانتخابات رئاسية يترشحوا فيه الشباب يترشح فيه إذاكاته يترشح فيه أساتيب الجامعين يترشح آخر انتخابات آخر انتخابات من بين الست مترشئين سيشرقوا على الجزائر بصفة عامة طيب يبقى معنا سيد محمد الداوي عبدالله رافع ما رأيك سيد محمد الداوي يقول هذا الكلام عن سطوة العسكر في الجزائر ليس موجود إلا في أدهان البعض وأنت كنت أقول هذا الكلام يعني يعني أقول أعطونا هذه الدلائل على وجود العسكر أو سطوة العسكر أستاذي الكريم أنت وضيفك أستاذنا وشيخنا عبدالله عايشين في بريطانيا هل رأيت يوما ما قائد الأركان على شاشات التلفزيون يخطب في الناس خطبا عصماء ويسطر سياسة البلاد أنا شخصيا عشت في تركيا تسع سنوات ونص ما نعرفش أصلا قائد الأركان الجيش التركي وهو من هو الجيش التركي هنا في هولندا ولا أعرف قائد الأركان نحن قائد الأركان في الجزائر عندنا ساكن في التلفزيون قريب تحل التلاجة تلقى ويسطر ويحكي برامج سياسية نحن لا نتكلم من القائد ربما قد قد يحاججون البعض بأنه كان هو سلطة الواقع هو كان الحاكم بأمره فهذا شيء آخر لكن إلا كان كما تفضلت ولكن شنغري دائما يشير إلى برنامج الرئيس وقائد على القوات المسلحة وإنجازات الرئيس والجزائر الجديدة قالونا أيضا قبله أننا نعيش في الجزائر العزة والكرامة التي نكلت بنا وكانت يعني عميلة عند فرنسا وفتحت أجواء وقدمت يعني ملاير من الدولارات يبذرت ويعني هلو مجرأ واليوم يقولون الجزائر الجديدة التي تقضي على الفساد الجزائر الجديدة ويقررون هذه اللغة جزائر جديدة تعتقل البنات لمجرد جام أو لايك في الفيسبوك هذه الجزائر الجديدة جزائر جديدة التي تعد ضيب العجائزة في السجون هذه الجزائر الجديدة الجزائر الجديدة التي تعتقل النساء هذه الجزائر الجديدة لكن أليس حتى هدى في تركيا وردغان هناك اعتقالات للنساء والناشطين وتديق على الحريات وعلى الصحافة وسيطرة على الإعلام وغيرها كذلك الصورة ليست ورضية في حقوق النساء أنا ضد أردوغان وما لست هنا لأرافع عن أردوغان أردوغان رئيس دولة وعنده حزب كبير وعنده من يرافع عنه كثيرون من الأتراك ومن غير الأتراك أنا أقول أن أردوغان مكل وأفرط في استعمال القوة مع المدينة انقلبوا عليه هذا كان فيه إفراط كبير لكن كان لابد أن نسأل ماذا لو نجح الإنقلاب ماذا كان سيفعل الإنقلابيون في أردوغان وأنصار أردوغان وفي أنصار حزب الأكبرتيسي العدلة والتنمية لكن ليس فقط للأمانة ليس فقط للإنقلابيين للأكراد للاتجاهات اليسارية لكتاب شفاق مثلا العلمانيين يعارضون أردوغان للاتجاهات أخرى ليس فقط الذين انقلبوا عليهم إذا أردت أن نفتح البلف الأسود لأردوغان أقول لك أردوغان مؤخرا في هذه الحملة الانتخابية يقول أنه امتداد ورئيس لجمهورية لاعيكية نفق الأسس التي بناها عليها هذا تورك هذا ما يقوله لكن في المقابل أنصاره من العمائم التركية يكفرون صراحة بفتاوى من لا يصوت عليه وهذه نقطة سوداء وكبوة لكنه يستخدمها في إطارها السياسي لماذا؟ لأن الاستقطاب كان شديدا لدرجة أن كمال كريتشدار أغلو يقول حرفيا في خطاب للأمة أنه علماني ويتودد لطلب أصوات علمانية أنه علوي يعني بأنه غير مسلم ويتودد لطلب أصوات العلويين فيما الأكرار أيضا حزب المهبة يعني يرافع في المقام الأول عن القضية الكردية هذه الأمور واضحة لأنه يعني ربما بهذا الكلام يعني تعقيدات المشهد وهذا ما كنت تشيري له عبدالله أنس أنه تعقيدات المشهد في تركيا أكثر من جزائر هذا هو مأبول الله يعني جزائر المفروض يعني تلاغم شعبي جيد شعبي الوطني يعني في النهاية هم ابناء الشعب يعني من ناحية يعني من ناحية الإسقاط ما يحدث في تركيا هذه التجربة الفتية تا 15 ولا 20 سنة أشوف وين وضع تركيا إسقاطها على الجزائر لما تجد قارن التعقيدات بين المشهدين البعد الطائفي في تركيا عشرة بالمئة عالويين والبعد العرقي أكراد على عرب على الأتراك الأصليين على إيديولوجيات عميقة يعني الأتاتورك إيديولوجيته اللائكية العلمانية هي كانت أصلا بانية شرعيتها على معادة الدين معادة القرآن معادة المسجد وكذا لما تقارن هذا المشهد المعقد بالجزائر يعني يحز في النفس معقول يعني فيه طبقة سياسية ما فيه النخبة الحاكمة في الجزائر يعني المرور إلى الانتقال الديمقراطي ما هوش مكلف كثير يعني مقابل للإنجاز وتشخص يعني بشكل جالي وبشكل واضح في الحراك يعني ضيفك من الجزائر أشار إلى مسألة ينبغي أن أنا عندي فيها وجهة نظر ثانية اللي هي قضية أن الجزائر يعني كانت ستنهار يعني الجزائر ما كانت لتنهار يعني شكون اللي كان يسبب الانهية تبون نفسه يقول الحراك نقض الجزائر الانهية يعني الجزائر حطها الحراك على السكة السليمة لو العسكر وصلتهم الرسالة وسلموا الأمانة بمرحلة الانتقالية أو بمجلس انتقالي أو بحوار وطني جاد يفضي إلى صورة متفق عليها الحراك على المستوى الاجتماعي على المستوى الجهاوي على المستوى الإيديولوجي على المستوى السياسي وضع الجزائر على الطريق السليم وبالتالي لست أدري يعني كيف يعني المشهد المعقد في تركيا مقارنة بالمشهد السلس في الجزائر الحقيقة يعتبر إخفاق يعني يعتبر إخفاق للطبقة السياسية إخفاق هل سنستفيد يا تورا هل سنستفيد من الإخفاقات التي حصلت في التسعينيات وتسببنا يعني تسببنا لما قلت تسببنا لا يمكن أن تدائي الحكمة بأثار رجعي سواء كنت إسلامي ولا برباري ولا فرانكوفوني ولا حتى كنت في النخبة الحاكمة الجميع ارتكم أخطاء هل يمكن أن يتم تدارك هذه الأخطاء ثم انطلاقة الجزائر انطلاقة سليمة وضيفك يقول أنتم دائما تكررون فقط الماضي فكر الماضي لأن مشكلة الماضي من حلتش هذا هو المبرر وحتى الحاضر فيه ما فيه منه هو امتداد للفش الماضي بالضبط يعني أنت ما تقدرش يعني أنت لا تستطيع أن تطوي ملف تسبب في كارثة دون أن تناقشه لابد أن تناقشها طبعا باش تناقشها تناقشها بحكمة بمسؤولية بطريقة علمية حتى لا يفضي إلى إعادة التشتت والفتن وما إلى ذلك بس لابد أن تناقشها مرة ثانية حتى تخرج بزبدة حتى تخرج بتصور ومن خلاله تنطلق إلى المستقبل ونستمر في النقاش بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش ترجمة نانسي قنقر أعلم بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة نتوقف فيها عند الانتخابات والتجربة الديمقراطية في تركيا أي دروس ومقاربات ممكنة مع الجزائر في المشهد الجزائري في المقابل بكل الروابط التاريخية بين البلدين والتشابه بشكل خاص في دوري وتأثيري وسيطرة العسكر لكن إلى تركيا وإلى الجزائر وأي دروس ومقارنات أمام هذا المشهد الانتخابي وهذا المشهد الديمقراطي في تركيا نسمع ما يقوله في المقابل تبون عن تركيا البلد العظيم والمحسود سيد محمد الداوي تبوني وزير خارجية تركيا عندما استقبله في الجزائر أعرف أن تركيا دولة عظيم ومحسودة أردغان لما جاء إلى تركيا جاء وراء بوتفليقة بوتفليقة وصل في 1999 أردغان وصل إلى الحكم 2003 توفرت مليارات لبوتفليقة وللجزائر للنظام الجزائري لأن نفس النظام يستمر 1500 مليار دولار كان يتباهى عمار سعداني مثلا ويحيى أردغان لم تكن له تلك الانكانيات ما زالت تركيا تستورد من الجزائر الغاز بعد 20 سنة صار الأتراك لاعبون مؤثرون في الجزائر ويتحدثون عن استثمارات بالمليارات ومصانع وغيرها أليس هذا مشهد البحزنا ويقول هذا التبون بهذا التباهي يقول هذا الكلام دولة محسودة ودولة عظيمة أستاذ جمال دعني أقول أنه لا أحد ينكر المجهودات والقفزة النوعية التي قفزتها تركيا في عهد الرئيس أردغان فبعض ما كانت في مرتبة متأخرة أصبحت اقتصاديا في المرتبة 11 وأنا كان للشرف كنت من بين النواب توليوزيون وغير ذلك فليست نفس الظروف أحنا الآن حدودنا يعني كلها حدودنا يعني ملغمة ومن الطبيعي أنه قائد الأركان الجزائري لما يروح للتكنات يحسس قيادات العسكرية ويحسس المساعدين من تعوب الأخبار الموجودة في الجزائر طيب والله تمسكت نفسي لك إليه وقاطعك أستاذ محمد الدول رجل يعني أنت تركيا الوضع في تركيا أخطر من جزائر صراع سوريا تمرد عسكر البيكاكا تحديات كبيرة عمليات إرهابية لداعش في قلب تركيا ليس كذلك مهما تكون التحديات الموجودة في تركيا ليست نفس التحديات الموجودة في الجزائر إحنا في الجزائر لم نستقر حتى عشر ثانوات حتى عشر ثانوات لم نستقر في الجزائر سواء في مشاكلنا الداخلية أو في المشاكل التي يسببها الجيران من تعنا أنا من حقي أنني من حقي أنني أرد عن الكلام اللي كنت نسمعه ولكم أن تحكموا للمتابع اللي تابعنا في الشعب الجزائري أو غير الجزائرين أنهم يتبعوا الأخ عبدالله أنا أتكلم عن قضية قال لماذا يعني العسكر مسلموه للحكم إلى المدني المشكل من جديد لأن القوانين صيغت على المقاس للأسف دعاة المرحلة التأسيسية والمرحلة الانتقانية في 2019 كانوا يحوسوا يعاودوا يكرروا نفس التجربة في الجزائر وتساخ قوانين من جديد لتسير الجزائر لمدة 30 سنة ونبقى في نفس الدوانة فالجيش الجزائري وعبدالله بن صالح رحمة الله عليه وكل من كان يسير الجزائر في تلك المرحلة التزم بالسرعية والتزم بالتسطورية ورحنا الانتخابات الرئاسية أفرزت الرئيس المنتخب تبون أننا الآن يصلح في كثير من القوانين للأسف كثير من الإخوان لا قدروا يتبعوا معنا أنه الآن فيه رزنامة من القوانين التي ينبغي أنها تصلح لماذا؟ لماذا الإخوان دائما يفرضون علينا أننا لا بد أن نكون مثل بريطانيا أو نكون مثل توكيا أو نكون مثل دولة أوروبية أخرى وإلا فإننا يعني رجعيون وأننا متخلفون وأننا يحقون العسكر فنحن نعتقد أن الأخوين يعني عبدالله وعبدالله ضيوفه فأنا متشرف بلقاءهم على هذه الحسة ولكن أقول لكل بلد ظروفه ولكل بلد ما يعيشه شعبه نحن نعرف أننا تأخرنا كثيرا يعني كحزب الكرامة في الجزائر نعرف أننا تأخرنا كثيرا في إصلاح الوضع وأن الشعب الجزائري تحمل كثيرا من الأسقال التي كان ينبغي أنه يتخلص منها وكنا نتمنى أننا نكون كتركيا ونربح الوقت ولكن الحمد لله الآن إحنا في وضع جديد من 2019 أمورنا رأي تسير بخطاء ثابتة لإصلاح الوضع تكلمتم على قضية أنه ليقول كلمة في الفيسبوك ليقول كلمة في الفيسبوك يسجل فأخي علينا أننا نفرق بين حرية التعبير لرنا أنا نكلم معاك هنا الآن في حسنة وغيرها جاب على ما أعتقد اسمه الداوي من ورقلة شاب من البطالين سجنة مؤخرا هل شتم هذا الشاب؟ نفس لقبك أستاذ محمد اسمه الداوي ربما تعريفه أصلا ربما من العائلة نعم ولكن علينا أننا نتجه علينا أننا نتجه إلى العدانة ونشوف لماذا هذا السجن سواء هذا الشاب أو غيره من شباب الجزائر هل تعرف بالمناسبة أن نفتح قوس؟ هل تعرف قصة لماذا سجن شاب يقال أنه ناشط في شباب البطالين هذه القصة وما فيها أستاذ الفاضل أستاذ الفاضل أنا لست محل العدانة لأقول لماذا سجن الشاب هذا؟ أنا أتكلم بصفة عامة ولا أريد أن أشخص أنا أقول أن من أوقف بسبب المطالبة بحقوقه المشروع البطالة أو غير بطالة فهو مظلوم والعدانة ستبرئه أما من يستعمل صفة الصحفي أو الحرية التعبير وهو يسبه وقد تكلم السيد رئيس الجهورية في ندوته الأخير قال نحن ما عدنا حقا بالعكس الذين كانوا يشتمون تبون من القنوات كانت حاضرة في لقاء تبون مع الصحافة هذه القنوات كانت تهاجم تبون بصلاته مع الأتراك في الانتخابات الرئاسية لما كان وسيني بوعزة يحرك الخيوط ويريد فرض عزدين ميهوبي بينما القيد صالح كان يريد وضع تبون كان يهاجم تبون لو تذكر في تقارير النهار وقنوات أخرى ويتهم بصلاته مع الأتراك ومع رجال أعمال أتراك والكلام موثق أستاذي الكريم أنا أقول لقاء الرئيس تبون مع أكثر من ربعميات صحفي وإعلامي في اليوم العالمي لحرية تعبير تحسب له رغم باللي فيه ناس انتقدوه وناس يعني يتكلموا فيه ولكن رغم ذلك مد لهم يده وأنا أعتبر أن تلك يعني غربة معلم مثل ما يقول وقام بها الرئيس تبون وتقابل مع هؤلاء وسامع منهم طبعا الآن تبون يقول بهذا الامبهار دولة عظمى ومحسودة بل الذي ينقص الجزائر لتكون دولة عظمى ومحسودة وبالعكس الأتراك يتحولون من رقم هامشي إلى رقم مؤثر ويصبحون مؤثرين حتى في الجزائر ومن يهاجمون تبون يقولون أنه مرتبط بهم نعم أستاذ جمال الرئيس تبون لما يقول يعني تركيا دولة عظمى ومحسودة يعني يقولها بأي عقدة هو يعرف والعالم كله يعرف أنه تركيا دولة الآن نموذج خاصة يعني في العالم الثالث وقدرة تنتقل باقتصادها وبصناعتها العسكرية وبجيشها وبشعبها وبديمقراطيتها حتى أن الرئيس تبوء حتى أن الرئيس أردوغان سئل مرة قالوا على قالوا كيف دولة إسلامية وانتم عانتم الخمور وقضى قال أنا مسؤول على الجيل الجديد ولست مسؤول يعني بش ربي الجيل القبيل ومن الآن يعرفون كيف يسيرون وكيف ومن أين تأكل الكتف ودولة تركية يعني تسير ولكن لماذا ربما السؤال لنطرحه لعبد الله رافي عشت في تركيا وتعرف الجزائر لماذا في النهاية سيد محمد الداوي استعمل تعبير له في منالة تأكل الكتف يعرف الأتراك الأتراك يعرفون الآن من أنها تأكل الكتف الجزائرية استثمارات شركات كبيرة شركات بناء وأموال جزائرية طائلة والأتراك لم يكنوا شيئا قبل عشرين سنة يعني بالتأثير الحالي أردوغان جاء وراب وتفليقة توفرت مليارات أنفقت في الجزائر أين تركيا وأين الجزائر التي يقول عنها تبون بهذا الانبهار دولة عظيمة ومحسودة هناك سؤالك من شطرين الشطر الأول لماذا الاستفادة الكبيرة أو فتح السوق الجزائر والتهافت على الاستثمار التركي داخل الجزائر هذا السؤال والسؤال الثاني لماذا وصلت تركيا لما وصلت عليه وبقينا نحن يعني إحنا دائما خطوة إلى الأمام أو ثلاثة إلى الخلف أو وفق ما يعبر عنه العامة في الجزائر أفونسي لاريار إحنا دائما لنأفونسي لاريار في مقابل تركيا يتقدم نحوه نرجع للسؤال الأول لماذا التهافت لاستثمار في الجزائر باختصار شديد يقول العامة عندنا في الجزائر المال السائب يعلم السرقة لأنه المنتوج التركي والعمل التركي والاستثمار التركي من أسوأ الاستثمارات في العالم الخبرات التركية تقريبا معدومة فبالتالي لا يمكن للأتراك أن يستثمروا في دولة محترمة دولة محترمة تأتي بشركات ومحترمة وبتقنيات راقية لتستثمر فيها لأنها ستغطيها من مال الشعب أما هؤلاء فيريدون أن يستثمروا مع الأتراك لتسهيل عملية السلب والنهب وتدخيم الفواتير لأن الفواتير التي تدخمها لصالح التركي في مقابل حصتك لا يمكن أن تقوم بها مع شركة فرنسية أو إيطالية أو أمريكية أو بريطانية في المقابل هناك من له رأي آخر بأن هناك صناعات تركية متفوطة أريد أن أكمل وأستقبل كل تعقبات فبالتالي ويكفي أن نقول الآن أستشهد بما قاله رئيس حكومة تبوني وما كان تبون وزيرا للسكن وإنت تعرف السكن هو المجال أو الفضاء الأوسع الذي نشط فيه الأتراك الأتراك عندهم الآن حوالي 800 شركة تركية ناشطة في الجزائر تضخ دولارات الجزائر دخلا وفق مبدأ الجزائر العام يعني وحدة صح وعشرة كدب فبالتالي هذا الإثمار السلس يعني أبني بناءات كيفما كانت يعني لا يهم لأنه أنت في النهاية تبني لدولة ليس فيها جهاز رقابي ليس فيها برلمان ليس فيها مجتمع مدني قوي ليس فيها أحزاب معارضة أي أحزاب معارضة كانت تتكلم اللحظة أمامك يعني وتسبح بحمد العسكر وتقدس لهم وتزكي انتخاباتهم لا يزال الشعب إلى يوم الناس هذا قبل أو قبيل نهاية العهد الرئاسية لازال الشعب يقول تبقون مزور جبوه العسكر فيما يأترى المعارضة أنه شرعي فبالتالي سهولة ضخ وسلب الأموال الجزائرية دون حسيب أو رقيب في إطار وفي ظل عدم موجود من يدافع عن هذا الشعب وعن أمواله لهذا يتوافد أتراك بغزارة لكن ليس هناك في المقابل استثمارات يعني مصنع للحديد نتنقل تكنولوجيا والمعرفة في النسيج وخلق وظائف وغيره يعني والكثير من النماذج الأخرى بالعكس أكبر مستثمر بالعكس أردوغان أجاب على مجلة فرنسية لما سألته عن الحضور التركي في الجزائر قال ردا من يستطيع أن يستثمر أكثر من الأتراك قال يقول أن تركيا أصبحت أكبر مستثمر في الجزائر فليتفضل في الإجابة على الفرنسيين وهناك من قال مهما كان الاختلاف مع تبون كلامه صح يا أستاذي الكريم لو كان المنتوج التركي يستحق أن يسوق العالم لدخل أوروبا لدخل عندك البريطانيا هناك منتجات تركية للأمانة موجودة في بريطانيا في الكثير من المسيرات في قطاع صنع العسكرية المسيرات التركية تنافس عالميا أنا تكلمت عن صنعات عسكرية سياقا آخر لما قلت نقول لك ماذا ربح عسكر تركيا لما نأى بنفسه عن السياسة وصل إلى أن يصنع صناعات عسكرية على أعلى مستوى وعلى تبقية ولكن هذه الصناعات في صالح الأتراك أنا إذا حدثت عن حجم التبادلات اللي بيننا وبين الأتراك ماذا استفدنا طيب هذا هو السؤال نحن نطرح سؤال نعم سأوتيبك عنه دقيقة فقط أنت لا تستورك نتكلم عن الجزائرين أهلاً في الجزائر لا يأتيهم من تركيا تركيا صناعتها تتمحور حول أكرمك الله لتري كوتبولي كاسكات هذه الصناعة التركية هذا هو المنتوج التركي الذي يأتينا إلى تركيا لماذا؟ مصانع كما يسميها الأخوة المصانية مصانع تحت بير السلم نحن نريد صناعة راقية والمن يريد لو كان الجزائريون من يحكم الجزائريون مخلصين لهذا الشعب ولهذا البلد لا بحثوا عن التقنية في الاستثمار عند أهل التقنية تركيا منذ يعني كما يقول لعنما عندنا البارح كنا كنا أفضل منها في التسعينات لما كان عندنا الموس في الجزائر وكان عندنا الإرهاب وتقريبا ما كانتش عندنا دولة في الجزائر في التسعينات كنا أفضل عن المستوى الاجتماعي أفضل من تركيا طيب يبقى معنا عبدالله الرافعي عبدالله أنس تستير أن يجد القصة كلها وكان يشير لها حتى في الصناعات العسكرية عبدالله الرافعي يعني العسكر يستفادوا ووضع العسكر في تركيا صار أريح بدل من التورط في السياسة والانقلابات لأنها أصبحت لاعبا مهما حتى في الصناعات العسكرية أنت أخي جمال تذكرني بأكثر من مرة احنا ذكرنا بهذا قلنا التحول الديمقراطي في الجزائر ليس بالضرورة سيضر العسكر يعني فوائده لا تحصى سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسة كمؤسسة من ناحية الاحتراف من ناحية الجاهزية اللياقة البدنية المختبرات العلمية يعني تصير الجامعات أصلا تصير تخدم وتبحث للمؤسسة العسكرية كثير من البعوث في أمريكا وفي أوروبا قدمتها جامعات مدنية حتى الصناعة العسكرية هذا صهر أردوغان صناعة بيرقدار بيرقدار يعني هو صح صحر أردوغان بالتالي يعني فعلا بارك الله فيك هذا السؤال يعني في محله يعني العسكر راح يرتاحه يرتاحه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجيبي وعلى مستوى الاحترافية في الجيش الجزائري يعني لسبب بسيط نحن ندرنا أنت تخيل أنت ضابط ولا صف ضابط ولا حتى جندي ولا حتى متقض قرار يعني جنرال ولواء وما إلى ذلك هذا لما يكون ذهنه صافي يروح للمكتب انتاعه سواء كان في يعني القوات في المشات ولا في البحرية ولا في الجو ولا في البحر خلال صورها متخصص وين وصل الصوق عالميا وين وصلت الدورات العسكرية هذه أمريكا هذه روسيا هذه منش عرف هذه الهند هذه البرازيل هكذا منفتح على كل التكنولوجيات العالمية لأنه خلاص خدمتو ما عنده لكن تصور انت هذا الجنرال لما يولي لازم أننا احنا نفرض الرئيس لازم أننا احنا ندخله في العدالة لازم أننا احنا ندخله في البلطو وفي التعطيل فيزيونات لازم احنا ندخله في الصحفيين واش يكتبوا لازم احنا ندخله في الفيسبوك لازم احنا ندخله في الأحزاب لازم احنا نشوفه البرلمان هذا شكون يفوز هذا ما بقاله وقت باش يقول لي احترافي هذا ما بقاله وقت باش يدير جيش مصنع جيش تكنولوجيا ما يقدرش وبالتالي ما نشعرف كيفاش ما نشعرف هل هناك يعني ناصح أمين يا جماعة الحراك والتحول الديمقراطي بالعكس هو هيبة لكم هو تكميل لكم واذا ما فهمتوهاش بالنظاري راه قدامكم العملي يعني ربما قد يقولها سياسي نظريا الآن راه يثبتت عمليا كل الدول وين كانت اسبانيا وين كانت البرتغال وين كانت غيرها الآن ولا النموذج راه تحت أقداء يعني راه ولا جارنا ذرك النموذج راه ذرك ولا من بلد مسلم من بلد فقط قبل 20 سنة كان أسوأ معيشة وأسوأ اقتصادا وأسوأ كورابشن وأسوأ شوفوا وين وصر لسبب واحد هو أنه قال للعسكر شكر الله سعيكم خليكم في سكراتكم شوفوا وين صاروا الآن داخلين في هل تعلم أنهم حتى في الحرب في أوكرانيا لهم اليد العليا بسبب بيرقدار لا ويلعبون مع مع ناس ناس متوقفة غير عند الجيل تعبير أقدار يعني قز الألمة من زلمة يعرفوش رهي متطور جيل متطور أكثر من بيرقدار الآن حاملة السفن هذه كل الجيش تكرشكون يصدق قبل 20 سنة الجيش اللي كان غارق في الانقلابات وفي الكورابشن وفي السافقات يولي بهذه الهيبة فإذن معنى اللي كانوا يقولوها فقط نظريا في الجزائر أيها الجيش الجزائر إذا خرجت من السياسة ما تخسروا له You have nothing to lose كان يقولو هلو نظريا كأمنية الآن يقدامك المقارنة في تركيا فهل يمكن أن يكون فيه يعني وقفة جادة في الشعب الجزائري الشعب الجزائري عمره ما كان خائن لوطن لوطنه عمره ما كان يعني ضد بلده الأجيال هذه رح يخرج لك منها عبقريات في السياسة عبقريات في الصناعة في الزراعة في السياعة عبقريات المجتمعات ما تقدرش أنت أتحددها لذلك أنت أتروح لتركيا طيب تركيا بالمناسبة أردوغان يقول بعد النتاج بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإن الفائز والديمقراطية التركية والأمة التركية وسنخرج منتصرين وانتخابات 28 ماي في الدور الثاني بزيادة معدل التصويت ولا أمل تحقيق نجاح تاريخي أنا أشوف يعني أنا ما رأيي الشخصي ويعني لا أعترض على الذين يقولون ربما أردوغان يعني يعني بدأ يعني في بعض الأوقات يظهر بعض النزعات الفردية ويعني تسلطي يعني يعني نزعات الفرد يعني في أن يتسلط في كثير ملاحظات كثيرة موجودة يعني ومش بالضرورة من ناس يعني خصوم لأردوغان ولكن ينبغي هذا أن يحفظ ولا ينبغي أن يبنى مستقبل الديمقراطية على إنسان عنده نزعاء فردية لكن في نفس الوقت بالمقابل لذلك إحنا ما نشنا نتكلم على كوريا شمالية يعني ضيفك من الجزائر قال لك الجزائر جديدة يعني الآن تبون يحكم بـ 52% طبعا إخوة هذول آراءهم محترمة يعني كل نارنا مواطنين يعني ما في حتى يعني مبرر للتعالي على بعضنا أو منطقي أحسن من منطقة كنا كلنا جزائريين ونفترض في الضيوف سواء اللي من هولندا أو الأخونا من الجزائر هذه فكرة يعني 52% هذه ذكرتني بزين العابدين نصحوه عبالك وهذه تعمت بعدين هذه النصيحة تعمت قال لهم يا جماعة أنت بـ 99.99 راك تحكم وبـ 52 و53 أنت راك تحكم هذا يعني ما تمرقوهاش بزاف ما تفضحوش شوية فيبدو لي هذه والآن يعني قضية المنطقة تابون 52% تحكم وبـ 99% فإذا ما تصمت هاش كثير اعلن 52% وراك تحكم هذه ليست هي الديمقراطية المطلوبة ليست الآن أردوغان تصور إلى الصباح ما كانش عارف نفسه هو يصير رئيس ولا رايح يروح للدور الثاني كان بإمكانه خلاص يقول لك أنا الإعلام في يدي وأنا خلاص أنا أتصرف الأمور كما أشاء لحد الآن حط يدها على قلبه ما رايحش عارف الدور الثاني يمر كمال ولا يمر أردوغان هل بالله عليك جمال والمشاهد الكريم هل هذا هو فعلا المشهد الديمقراطي عندنا في الجزائر خلي نسمع سيد سيد محمد الداو أنت تصير طبعا أنه لا وجه لمقارنة ولا تأثير ولا دور للعسكر في الجزائر في المقابل العنوان اليوم في صحيفة الوطن التي استقبل مديرها تبون العنوان هو إداع جنرال آخر قائد الدرك سابق عرار إداع الحبس ليلتحق بأكثر من ثلاثين جنرالا في السجن نعم أستاذ جمال دعني يعني أقول أنه لابد أنا نطرح تسأل وما جاوبني حتى واحد من من الزملاء الضيوف أخ عبدالله أنس والأخ عبدالله اللي هو ما هي يعني نخلو الشعب الجزائري يفهم بوضوح ما نروحوش يعني نغلطوه فقط ما هي مظاهر حكم العسكر في الجزائري كان يقول لك عبدالله الرافع كان يقول لك يعني واضح العسكر هم الذين وضعوا تبون قائد قائد صالح كان يخطب أربع مرات في اليوم الآن تبون ينافسه في الظهور شنقريحة وغيرها من المظاهر 35 جنرال في الحبس آخرهم اليوم قائد الدرك سلفه فر وهو أخذها جنسية اشترى جنسية بلد آخر الغالي بالقصير هو وعائلته ولا مادش كثير اشترى عبدالله كل ما ما سوتوه في هذا الموضوع في هذا النقطة ماوجد دليل على أنه مظهر من مظاهر أن العسكر يحكمه إذا كان قائد الأركان يخطب ماوجد معناها بالله هو اللي يحكم وأنا نقول لك العاكس هاو الرئيس يعني ينهي المهام ويعين قائد الأركان إذن كيف يحكم به وبالتالي أنا والله أقول لإخواني أنه علينا أننا نكف على قضية أن العسكر هم اللي رهم يحكموا في الجزائر وعليهم أنهم يخرجوا من الساحة هذا يعني كلام تجاوزه الزمن ربما كان في مرحلة معينة الآن فعلا للعسكر دور أمني وهذا شيء ما نوت بهم والدستور أقر لهم هذا الوضع لأنه عندهم دورهم هم المتخصصون هم اللي يعرفون الأمور هذه نحن مشكناش الآن العسكر عندهم المستشفى تاحم العسكر عندهم لكل وما تاحم طيب المخابرات العسكرية للدياريس أو مكانة الدياريس للأمن الداخل ولي اعتقل مثلا إحسان القاضي الصحفي مثلا نموذجا آخر إذا كان فيه جهاز أمني هو المكلف في موضوع معين في أمن الدولة هذا موجود في كل دول العالم وبالتالي يعني دائما نحن نبقى نتكمل نبقى دائما نحوز على الشماعة اللي نعلق فيها ربما الإخفاقات متعنا والتوجيهات متعنا من أجل تغلية الشعب هذا شيء أنا في الحقيقة أتأسف له الأستاذ عبدالله أنس تكلم قال أنا قلت بالرئيس تبون بـ 52% أنا قلت لا قلت بـ 58% ماذا الرئيس تبون وهذه نسبة محترمة نسبة نسبة تصويت تبون كم صوت على تبون 4 ملايين لم تشير إلى نسبة المشاركة نسبة المشاركة في تركيا 89% أكمل فكرة يا أستاذ جمال تفضل للأسف في الجزائر إذا كانت النسبة عالية نقولوا مزورة إذا كانت النسبة نازلة نقولوا رهم نزلوها عمدا لتكون منطقية فيعني ماذا يريد الإخوان لكي نقول أن الانتخابات في الجزائر انتخابات سرعية وأنا رغم ذلك رغم ذلك أنا نقول علينا أننا نطوي صفحة الجزائر القديمة علينا أننا نطفيها ونقليبها ونتجه الآن إلى جزائر جديدة فيها مظاهر كثير من التي توحي بأننا سنكون إن شاء الله دولة دولة راقية دولة إن شاء الله مزداهرة دولة إن شاء الله قبل نهاية العهدة التي يقودها الآن الرئيس تبون ستكون كثير من الأمور التي صححت والتي أراد دعاة المرحلة التأثيسية أنهم يضعون تلك القوانين على مقاسهم وعلى ما يخرج عليهم وعلى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ولكن القوات الحية في الجزائر والشعب الجزائري بمختلف فعالياته أجهض المرحلة التأثيسية وأجهض المرحلة الانتقالية ومشينا الآن إلى مؤسسات دستورية سواء عن طريق البرلمان أو المحكمة الدستورية أو المجلس على الشباب الذي يستأنس برأيه في كثير من القضايا على أننا نؤسس إلى جزائر جديدة يجد فيها الجميع يجد فيها نفسه ويجد فيها ظالته فلماذا ننظر بعين التفاؤل لماذا بعض الإخوان للأسف وأنا لا أدعي أنني وطني أكثر من أي إنشاء من أي إنسان نحن كلنا شركات وطنية وكلنا متساوف لماذا نشيع الأمل كأنه غير موجود فعلينا أننا نترك هذا المولود يمشي وعلينا أننا ندعمه بالكلمة الطيبة وبالنصيحة إن كان لابد من نصيحة مفيدا للحاكم فعلينا أننا نوجهها له لكي تستقر الجزائر ولكي تظاهر أكثر ولكي تجد مكانتها وتلعب دورها في العالم لأنه الآن الجزائر هذا وين بدأت تخطو خطوات بأنها ترجع إلى مكانتها الإقليمية سواء في الدبلوماسية الخارجية أو سواء في الأراء التي يستأنسوا بها وكثير ما يعملوا بها خاصة في محاربة الإرهاب وفي حل كثير من المشاكل الزيادة طيب عبدالله الرافعي نختم معك قبل أن نأتي لأستاذ عبدالله أنس سيد محمد الدو يقول نصيحة نختم بنصيحة أو كلمة طيبة والله أنا أريد أن أختمها باعتبار رسمي من على منبارك الكريم لأنه كان هناك بن حمو رئيس حزب الكرامة كثيرا ما انتقدته وربما انتقست منه لأنه كان يقول بملء فيه أنا شيئات وأفتخر بأنني شيئات الآن أقول ما أحوشنا إلى هذا الناس لأنهم شجاعة في الشيطة وعندهم شجاعة في العقود نحن نحتاجين للناس لأن هؤلاء الناس لما يجيك ويقول لك على الملاء أنا شيئات هذا لا يخدعك هذا صافي إذا أنت وثقت فيه أو وثقت في كلامه فالعيب فيه هؤلاء ولكن ها تلك جزائر قديمة نحن في جزائر جديدة ذلك حطبة أخرى وناقصنا هذا لكي لا نعود إلى نفس الموضوع يا أستاذ جمال يا أستاذ جمال ما الذي تغير حتى نقول أن الجزائر أصبحت جديدة الآن ما العسكر هو اللي يحكم والبرلمان اللي تعالي الجديدة هو نفس البرلمان تعالي القديمة والمجلس الدستوري تعالي القديمة هو تعالي الجديدة والحكومة تركيبتها البشرية تسعين بالمئة منها هم اللي كانوا في الجزائر القديمة وتبون الذي كان متهما بالتخابر مع العدو الرئيسي فرنسا هو رئيس الجمهورية الآن من الذي تغير ولكن حينها كانت حملة فقط ضد تبون بينها اتعامه بعلاقته من الأتراك كانت حملة من وسين ابو عزة وطرف جناع في السلطة لضرب تبون ستهمة يا أخي نحن معارضين ونرمي الناس جزافا ونكذب ونهول طيب ورئيس الحكومة أويحيا الذي كان مسؤولا عن تبون يعني تبون وزير ساكن أويحيا رئيس حكومة قال حرفيا على منصة القضاء أن ما نهبه الأتراك من أموال جزائريين يعلمه الله لم يقول هذا الكلام قال للأمانة قال أويحيا الفساد الموجود في قطاع البناء لم يقول هذا الكلام وطبعا في السراحين أنه همز ولمز يا أستاذي أرجوك قال حرفيا الأموال التي نهبها الأتراك من قطاع نهبها في الماضي يعني أيام الجزائر القديمة من قطاع البناء والسكن يعلم بها ربي هكذا قال يعني بالدرجة الجزائرية لو كنا في جزائر جديدة هذه آخر كلمة حتى لا أطنب علي لو كنا في جزائر جديدة بمجرد هذه الكلمة يفتح القاضي أو وكل جمهوري الذي كان يحاكم أويحيا يفتح تحكم ولكن أليس هناك تصريح كيدي وانتقامي من أويحيا الذي يحاكم لأنه مزجون كذلك أليس هذه الفرضية مطروح هو فقط تكون الذي يتعرض للتصريحات الكيدية والكذب طيب وإحسان القاضي الذي يرزحه الآن سخم سنوات سجن كيف نسمي اتهامه البنت البارح بالمناسبة خضعت يعني وقفت أمام قاضي التحقيق بتهمة جان نحن نقترع الآن هذه إنجازات الجزائر الجديدة اخترع تهمت يعني تهمة لايك وتهمة جان طيب الوقت يدركنا عبدالله نس نختم معك في دقيقة تلك نقص جميل والله هو ممكن يعني هو ظاهرة صحية أنا أقول لك شوف أخي ضيفك من الجزائر أستاذ محمد هو يقول يعني وجهة نظر طبعا يعني أنه خلوا تزاير خلوا تزاير يعني بمعنى خلوا السلطة خلوا النظام القائم الآن خلوا يتنفس يعني فيه نية حسنة فيه جزائر جديدة فيه فيه نواية مليحة فيه برنامج جمليح فيه كذا وطبعا نحن لا نكذب الناس يعني كل واحد يعبر عن نفسه أنا عندي زاوية ثانية أريد أن أنبه إليها أخي محمد أقول له رئيسة الوزراء السابقة تاتشر عندها كلمة جميلة جدا تقول عطوني معارضة قوية أعطيكم حكومة قوية أي بمعنى يعني كون المعارضة وكون الناس تنتقدك وكون الناس تواجهك والناس تكتب ضدك مش عارف من وين جاتنا هذه العقلية هذا راه يضعف في الدولة هذا راه يفريني في المشاريع هذا راه يزيد في وطيرتها هذا راه يزيد في جديتها علاش باختصار باختصار خليني أقول لك الآن وأنا أكبر يعني فيكم أنا متأكد مئة بالمئة صوت مغاير شوف الآن في المغاربية أخونا محمد راه يتكلم يتكلم ودافع على نفسه عنده الحق وانتم راكم تبالغوا والعسكر ما هم شي حكمه وتبهم راه رئيس وراه شرعي والجزائر كانت رايحة تنهار ولكن أنقذها العسكر بالذهب إلى الخيار الدستوري وجهة نظر وطنية وراه يقول فيها وين في تلفزيون في الخارج هل يمكن لإنسان عنده رأي آخر عنده قراءة أخرى للمشهد السياسي في الجزائر يظهر في التلفزيون الوطني يظهر في الشروق يظهر في النهار ويناقش الانتخابات ويناقش حكم العسكر وكذا وكي يكمل الحصة يروح لداره سالم ما عنده حتى مشكلة فإذن معناه كون المجتمع متحرك بالرأي والرأي الآخر بالمقالة والمقالة المضادة بالمظاهرة والمظاهرة المضادة بالمواقف السياسية بالحزب والحزب المضاد هذا قوة للمجتمع هذه عقلية وهذه التجربة نموذج ربما للتجربة التركية بكل ما لها وما عليها يعني تسأل سؤال في بداية تكرك في آخر الحصة أخي جمال من وين جات الأهمية انتاع هذا الاهتمام منقطع النظير بالانتخاب لأنه انتخابات يبنى عليها قرارات مستقبلية علاش الجزائر احتوي أحد ما سمع بها علاش الموريطانيا لا تقليل يعني من شأن الموريطاني احتوي أحد ما سمع بها لأنه تحصيل حاصل يعني هو أصلا ما كانش تجديد وبالتالي يعني حركية الشعوب حركية القوانين حركية الإعلام التبادل حركية المجتمع دائما يولد إنجازات يولد مشاعري وبالتالي يولد أهمية أقليمية وأهمية عالمية والجزائر ما هيش بعيدة على تركيا لو تتوفر الإرادة السليمة والحرية للشعب الجزائري إن شاء الله عبد الله نسمح للسياسي شكرا لك محمد الداوي يامين عام حزب الكرامة وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري سابقا شكرا لك كنت معنا من الجزائر وشكر موصول كذلك لعبد الله رافيا الإعلامي كنت معنا من هولندا شكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة